بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أول ما بيبدأ كده معانا الشتاء تبدأ رواح المخبوزات تمنى البيوت شعور كده من السعادة والدفن وفي الفيديو بتاعنا النهار هنبدأ كده في كعب الغزال وحنعمل من كيلو دقيق كمية ما شاء الله لا يستهن بها وأسرار ممكن إنك انت تعرفيها عن نجاح كعب الغزال وكمان هنعمل أشكال كتيرة منه يلا نبدأ الفيديو ونشوف الأسرار إيه دق مع بعض حالة نقول بسم الله وبتنسينيش في لايك وكمنت ولو أهو مرة بتشوفي قناتي اشتركي في القناة وفعل الجرس على الكل عشان يوصل الكل جديد إن شاء الله ونبدأ هنا أول حاجة نحن هنجيب كوب من السمسم وهنبتدي إنحنا نسخل الطوصة بتاعيتنا ونضيف عليها الكوبات السمسم ونبتدي نقلبها ونشوحها كل وقت والتاني لحد لما تاخد اللون الدعب الجميل وبعد كده هننزلها في طبق لحد لما تبرد معنا وبعد كده هنبتدي نستخدم معنا كيلو من الدقيق يكون نوع فاخر وبعد كده هنبتدي بقى نشوف المكونات بتاعتنا إيه إحنا هنا هنستخدم يا إما هنستخدم المحلب حبيبات من المحلب والناس اللي مش عارفة عن إيه المحلب أنا هبتدي إن أنا أفضلت دلوقتي عندي في الطبق علشان تشوفوا شكله إيه ده المحلب بتاعنا حبيبات كده بتكون صغيرة بالمنظر ده بنتحنها في الكبه لحالة ما تنعم معايا جدا زي الدقيق وأبتدي إن أنا أستخدمي أخذ منها نص معلقة صغيرة وأبتدي إن أنا أستخدمها يا إما هستخدم معايا ريحة الكحك يا دي أو دي ريحة الكحك بيدخل فيها المحلب فهمش هتفرق كتير ده إما ده يكون متوفر عندك يا إما ده يكون متوفر أنا هنا هنستخدم معايا المروضي ريحة الكحك لأنا استخدمت في الفائش قبل كده المحلب وعرفتكم إيه هو المحلب وشكله إيه دلوقتي بقى نستخدم معايا معلقة كبيرة من الخميرة يا إما تكون خميرة اللي هي البلدي يا إما هنستخدم خميرة جفة بالمنظر أنت شايفينه ده معلقة كبيرة من دي أو معلقة كبيرة من دي اللي اتنين تمام وكويسين جدا بس زي ما أنتم معارفين أنا بحب جدا أنه أفضل الخميرة اللي هي العادية ما بيكونش فيها أي كيمويات أبدا بتكون صحية وبعد كده هستخدم معايا ربع معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من كربونات السوديوم وكربونات السوديوم مهم جدا وكمان السر اللي معانا دلوقتي إلي الفانيليا السائلة وهي دي بقى اللي بتخلي ريحة المخبوزات بتبقى مختلفة تماما عن أي نوع مخبوزات تانية ممكن أنت تعملها في البيت يعني هتديك ريحة الإفران بالزبط واتديك كمان الطعم البلدي الجميل لسنة هتدي هنا أضيف قباية بتاعتي معلقة الخميرة وعليها معلقة كبيرة من السكر وهضيف عندي كوب من الحليب يكون دافي بمنظر أنت شايفين له يكون دافي جدا زي درجة حررت الجسم كده بالزبط ما ساخنهاش قوي عشان تبتدي الخميرة بتاعت تتفاعل معايا سريعا قطيت الخميرة وستتها على جانب لحد لما تبتدي أن هي تختمر معايا أو ترتفع معايا هنا في الوقت ده بقى أنا جبت عندي المادة الدهونية بتاعت اللي أنا هستخدمها هنا نص كوب من الزيت وكباية ونص من السمنة السمنة بتاعتي تكون أكون مسيحيها بس تكون الدرجة بتاعتها تكون بردة معايا يعني ما تكونش سخنة أنا مش هستخدم هنا المادة الدهونية تكون سخنة أبدا يلا هبتدي بقى معايا دلوقتي إن أنا هبتدي أنخل الدقيق بتاعي ودي أهم مرحلة علشان أبتدي أخال الدقيق بتاعي يستعد إن أنا أدخل فيه كمان المواد اللي هي الرفعة زي الخميرة وزي كمان الكربونات السوديوم بصوا هنا بقى أنا حطيت مع النخل وأنا بنخله كده كربونات السوديوم وكمان هحط النص معلقة صغيرة اللي إحنا قلنا عليها ريحة الجحك هنا في الوقت ده بتبتدي إنها تختلط معايا وكمان كربونات السوديوم بتبتدي إنها تساعد إن هو الهوى يدخل معايا في الدقيق وبالتالي هتخلتها تبقى ناجحة جدا ويبقى ارتفاعها ممتاز جدا تبقى فيها كده حاجة من الأرماشة الجميلة اللي إحنا زي ما بنشوفها في الفران هو ده السر الجميل ويلا بقى رشة الملح اللي إحنا قلنا عليها ربع معلقة من الملح وهنا هنضيف كمان السمسم اللي إحنا حمصناه هضيف هنا أربع معالق كبيرة من السمسم عايز أقول لكم إن السمسم مما بيتحمصيه في الوقت ذات نفسه أفضل بكتير من إيك أنت تجيبيه كل متحمص جهز دي بتبقى أفضل بكتير بتديك ريحة جميلة كده زي ما كانوا بتوع زمان ما كانوا بيعملوا الكحك وكانوا دايما لازم يتحمص كده السمسم الأول ده بتختلف كتير يلا بقى نضيف معانا المادة الدهنية بتاعتنا على الدقيق ونبتدي نضيف الكوبية ونص من السمنة بتاعتنا وعليها هنضيف نص كوب من الزيت يبقى كده إحنا بنضيف المادة الدهنية بتاعتنا الأول أول حاجة ويلا سريعا هنبتدي بقى إحنا نقلب الدقيق كده مع المادة الدهنية أنا عايزاها تختلط كلها مع بعضها لحد لما تعمل معايا زي الشكل الرميل أول حاجة هتديكي الشكل كده كتل ممكن تكون كبيرة شوية هتبتدي ان هي تقل معاك اكتر ممكن تعمليها زي عملية فرق ان انت تستخدمي ايديك الاتنين او ممكن تستخدمي ايدي واحدة زي ما انا ما بعمله دلوقتي حالا علشان تبتدي ان هي تفرول معاكي وتديك زي حبيبات صغيرة زي الرمل بالزل تبصوا زي ما هتشوفوا دلوقتي حالا قلم الجوانب ولم معايا تديق كله كده انا عايزة تديق يتشرب من المادة الدونية واخدي بالك اقولك ازاي تختبريها ان كانت عندك مظبوطة او لا ااخد كتلة كده وهضمها بايدا يدوس عليها وبعد كده ابتدي ان انا فقعا بعضها لان هي اتفكت بسرعة سريعا جدا هنا انا يبقى عندي كده اديق عندي ما تشربش تماما من المادة الدونية وده اللي انا عايزة ان اديق ما يتشربش قوي انا مش بعمل هنا كحك عشان اخليه يبقى ناعم انا عايزة وبقى العجينة بتاعتي هي فعلا عجينة القرقيش بص انا ابتدي اقلبها كده مع بعضها بالشكل ده وعايزة اقولك لو ابتدت ان هي مسكتيها ودوست عليها لقاتيها كتلة واحدة ممكن تضيفي مع علاقتين من الدقيقة هتزبط معاك على طول خلاص كده احنا فرقناها بالشكل ده وخلناها زي حبيبات الرمل هبتدي بقى ان انا اخد الخميرة بتاعتي اللي احنا كنا عملناها مع الحليب وهبتدي ان انا اضيفها على الخليط بتاعنا وهقلب كده واحدة واحدة خدي بالك انا مش بعجن كتير يعني انا مش هعجن في العجينة قوي لان كنت لو عجنتي في العجينة دي كتير هتبتدي ان هي تعمل معاك عرق واحنا مش عايزين كده احنا ما بنعملش عيش او مش بنعمل اي نوع تاني من المخبوزين المفروض العجينة بتاعته مايبقاش ليها مطة او مايبقاش ليها عرق وده اهم حاجة هبتدي ان انا ضيفت الحليب ضيفت كوبايتين من الحليب وبعد كده هبضيف عندي رشة كده من الفانيليا السائلة وزي ما قلتلكو ديها تلاتي ديها بقى ريحة السنة البلدي ويخلي الريحة بتاعتها قوية جدا بصوا بقى العجينة بتاعتي مزبوطة او ازاي ما شاء الله تلات حلوة او عايز اقولك هنا كمان ممكن تستخدمي بديل الحليب ممكن تستخدمي بمية مفيش اي مشكلة خالص بس انا بقولك طرمان انت بتعملي حاجة لبيتك او حاجة انت هتاكلي منها يبقى لازم تعملي بقى حاجة بقى طبقى مزبوطة فعلا وتديك الطعم الجميل احنا ما بنعملش حاجة في الفرون احنا بنعمل حاجة في بيتنا يعني حاجة احنا اللي نستفد بها انا غطيتها بكيس وغطيتها بعد كده بفوتا واقولك على نصيح حلوة جدا عشر دقيق حتاها في التلاجة هتطلع معاك مزبوطة جدا جدا وده سر رهيب دي في التلاجة هيديك نتيجة ممتازة جدا هنا انا معايا نصف كيلو من العجواء ابتدت ان انا نطيفت عليها معلقة كبيرة من السنة او الزبدة وخلطها مع بعض لحل ما طريت معايا بقت لقينا بالشكل انت شايفينه دا الوقاتي حالا زي العجينة بالظبط هبتدي بقى ان انا اجيب كيس وابتديت ان انا اسمت العجوة بتاعتي لجزئين وابتدي ان انا افردها بين اتنين الكسين بالشكل ده يعني كيس من تحت وكيس التاني من فوقه في النص العجوة وهبتدي افردها لحل ما تبتدي تفرد معايا زي شكل مستطيل بالشكل انت شايفينه دا اكيد طبعا الشكل هيكون مش منتظم قوي بس احنا داوة هنبتدي ان احنا نرتبه مع بعض واحنا بنفرد العجينة وانشوف دلوقتي حالا انا دلوقتي خلصت اول واحدة هبتدي ان انا نقلها وهبتدي ان انا اشتغل في التانية على طول انا بحاول ان اتكلم سريعا سريعا علشان الفيديو مش عايز اطوله عليك فعشان كده بحاول ان انا اتكلم سريعا سريعا على قد ما اقدر هن هبتدي بقى اخد الطبقة التانية برضو من العجوة وهبتدي افردها بالشكل دا زي الاول نية بالزبط وبعد كده هخلي الاثنين مع بعض لحد لما هبتدي بقى ان انا اخد العجينة بتاعتي وهبتدي افردها تبقى جهزة معي وما تخدش معي وقت بسوا بقى دا سمك العجوة اللي احنا عايزينه يبقى بالسمك دا ما شاء الله العجوة بتاعتي طرية وجميلة جدا لا هي نشفة قوي ولا هي ريينة قوي يعني مزبوطة هبتدي بقى ان اضيفهم على بعض بالشكل دا عشان هطلع دلوقتي العجينة بتاعتي خلصت تريحت في الوقت اللي انا فردت في العجوة كانت خلصت العجينة بتاعتي استريحت في التلاج يلا هجيبها بقى دلوقتي واني بتدي ان احنا نشكل هياخد كده قطعة من العجينة وهبتدي افردها بالشكل دا وسمحوني بقى لو الصورة مهزوزة شوية عشان البلانش هكت عمالي بتتحرك معي كتير العجينة طبعا بتبقى جمدة شوية فبتدي ان انا افردها فبتدي اتحرك معي يلا هياخد بقى قطعة كده من العجوة اللي احنا عملناها استل المقاس بتاعها وبعد كده ابتدي اضيفها عليها بالشكل دا شلت الكيس وابتدي بقى ان انا ساوي لو في اي قطعة من العجوة بتاعتي زيادة شوية ابتدي اشيلها من على الجوانب اللي عاجينا في زيادة ابتدي اشيلها لاني عايزة اللي اتنين يبقى قد بعض بالزبط وابتدي اخد الطرف التاحة وابتدي الف بالمنظر دا شايفين بشكل انت شايفينه دا بالزبط والاطراف هبتدي ان انا اقفلها كويس جدا وابتدي ان انا شيل الزيادات من على الجوانب بالمنظر دا اهم حاجة التقفيل من تحت يكون مصبوط هجيب بقى عندي على مفرش تاني كده اللي هو السيليكون دا او اي طبق عندك وهتبتدي نزلي حبة كده بسيطة من السمسم ليه بقى هقولك دلوقتي حالا على طريقة ممتازة جدا لازم بيحتاج طبقة كده بتكون مش قليلة من نسبة للسمسم فاحنا هناخد كده نص معلقة من العسل الاسود وابتدي ان انا ارش عليها من فوق العسل مع العجوة بيدي طعم خرافة جدا وده سر الريحة بتاعتها جبارة جبارة فعلا وبيتخلي الطعم بتاعتها ممتاز مميز عن اي حاجة تاني هبتدي اخد هنا بيضة وابتدي عفصل الصفار والبيض عنها هتحتاج هنا الصفار بس طبعا انت ممكن انت استخدمي هنا حليب للدهنة لممية لان الفرن طبعا ما بتستخدمش بيت بيستخدمه مية بس انا حبيت ان انا استخدم البيت بيبقى التماسك بتاعه اكتر ويديني نتيجة ممتازة هنا نطفت عليه نقطتين كده من الفانيليا السائلة وقلبتهم كلهم مع بعض بالشكل ده ويالله هقلب كمان هبتدي اخلط السمسم مع العسل عشان يبتدي كل تدخل مع بعض هنا هبتدي ان هو يعمل زي كتل كده صغيرة مع السمسم وكمان هيعمل شكل بتاعه هيكون خطير جدا وده هتشوفه معايا حالا خلاص انا سويتها كده كويس جدا هياخد السطح اللي هو من فوق وخلي التأفيلة بتاعته العجينة من تحت وهبدأ هياخد بقى صفار البيض وهدهن السطح من فوق ويعني ما نزلش لتحت انا مش عايزة القوع بتاعها ان انا اضيف عليه سمسم انا باضيف بس من عالجوانب ومن فوق وهاخدها كده وهبتدي ان انا اقربها وهبتدي ألفها هلفها للجزئين بس الجزء اللي هو من فوق والجوانب بس مش من تحت بصوا شايفين بالشكل ده وهرجحها تاني خلاص هتلاقي السمسم بقى بقى ماسك فيها جدا ومتماسك فيها قوي على السطح بتاعها وبقى بالشكل الجميل ده بقى اعتبر كتلة من السمسم كده مش بطالة ابدا بصوا بقى هبتدي بقى ان انا قطعها هقيس كده بعرض السكينة بتاعتي او ممكن تقيس بسبعين وأبتدي ان انا قطع انا اختبت ان انا ابتدي ان انا قطع بالسكينة بتاعتي اهو اقيس بيها بص الشكل بتاعها منصك وجميل او ازاي شكل الحلزوني من جوة للعجوة شكلها بصراحة خرافة جدا وهبتدي ان انا اقيس بالسكينة وكمان اقطع بالشكل ده لحد ما خلص الرول كله لاحظوا هنا معايا ان انا وانا حتى بقى الطحة بالسكينة السمسم مش بيقع كتير يعني حتى لسه مدخلتش التسوية والسمسم ما شاء الله متماسك عليها من فوق والطبقة بتاعته كتير مش قليلة بصوا شكلها عامل ازاي ما شاء الله هجيب بقى الصانية بتاعتي وادهنها الزيت بس هضيف كمية بسيطة جدا من الزيت مش كتير عشان لما اجي ادخلها الفرن ما تتحركش معايا او مسافة مية بتجي ترتفع ان هي بتجي تميل او تقع او ان هي تتحرك من مكان بتاعها يعني ادهنة الزيت وبقى بسيطة جدا وابتدي بقى انا نورصها بالشكل ده بس يسيط مسافة بين كل قطعة والتانية بصوا انا كده وردتكو طريقة من نسبة ان احنا ازاي نضيف السمسم عليها هقول لكم كمان طريقتين تاني مختلفين تاني يبقى كده ان شاء الله في الفيديو بتاعنا النهاردة ووريكو تلات اضيف عليها السمسم بطريقة سهلة وبسيطة جدا هبتدي بقى ان انا اشيل المفرج بتاعها اللي عليه السمسم احد لما بتدي افرد العجينة التانية كمان فردتها وهاخد بقى القطعة العجوة بعد ما استعليها القطعة مظبوطة هبتدي ان انا اضيف عليها هشيل طبعا الزيادات دي في زيادة شوية كده من العجوة هبتدي ان انا اشيله وطبعا العجينة طبعا فيها زيادة عايز اقول لك هنا قطعة العجينة اللي انت هتشيليها حطيها في الطبق برضو اللي هو في العجينة بس اضيفيها على جنب ما تستخدمهاش تاني مرة على طول بعد ما تعملي الشكل الاولاني سيبيها تستراح على قد ما تقدري يعني ممكن تسيبيها للاخر خالص قطع العجين اللي انت بتقطعيها تسيبيها للاخر وتستخدميها في الاخر خالص لان كنت لو استخدميها على طول بعد التشكيل الاولاني يعني استخدمتيها تاني مرة على طول قبل ما تستراح العجينة بتبتدي انها تشأق معاكي وتديكي شكل مش كويس ابدا فشكده بقولك ريحية افضل يلا هنبتدي ان احنا نقطع كده لحظي ان انا قطعتها الأول قبل ما اضيف السمسم هقولك على الطريقة ازاي انت ممكن تضيفي عليها السمسم بكذا طريقة مختلفة خلاص كده قطعناها كلها بالشكل ده هجيب عندي الطبق اللي هو فيه صفار البيت وابتدي ان انزلها عليها وابتدي ان انا انزل على السمسم دي طريقة ممكن تستخدميها هقولك على طريقة تانية كمان اسهل هي الطريقة دي انا بقولك عليها دلوقتي حالا ندهن كده على السطح بتاعها من فوق وعلى الجوانب اهم حاجة ننزل على الجوانب احنا عايزين السمسم يتملي من الجوانب كلها بس نسيب القاعدة من تحت وهبتدي بقى اخدها وابتدي انزل على الصينية بتاعتي ويكون مسخانة للفرن على طول 180 درجة الرف يكون من وسط وهبتدي الان اضيفة على طول انا مش هسيبها تختمر معي لان هي خلاص هي استريحت معي الروحة اللي هي الاولنية لما ريحت العجينة في اول مرة فانا مش هسيبها تختمر هاخدها على طول ودخلها الفرن على طول حالا ويلا هنشوف شكل تاني للعجينة بتاعتي بالمنظر ده وهقولك دلوقتي على الشكل احنا هنواريكو كمان هوريكو كمان اشكال تانية جميلة جدا بس يلا نشوف بس الشكل الاولاني ده هبتدي ان انا اشيل الجوانب بالشكل ده وهبتدي هاخد قطعة من العجوة وهبتدي افردها زي صبوع كده بس يكون الحجم بتاعها متوسط وبعد كده هياخد الجزء بتاع العجينة وهالفها عليها بالمنظر ده ماش هالف بقى رول لا انا هيدوبك بس هقفل الاطراف يعني توصل العجينة من الجزء ده للجزء التاني وابتدي اقفلها بالشكل ده من تحت هاخد تاني القطعة التانية من العجوة وافردها كده واعمل نفس الطريقة بالزبط اهم حاجة تتأكدي ان العجوة تكون كلها متماسكة مع بعضها عشان لما اجي افردها دلوقتي تبتدي ان هي تتمدد معي ما تتقطعش معي لان في واحدة هوريكو دلوقتي هي تقطعت معي فعلا لان انا ما عملتش العجوة ما خليتاش يتمسكت مع بعض كويس من جوه فدي كانت غلطة من يقلية دي بصوا شافينها حتى لما اجي احطها جمع بعض واحدة تكون صغيرة واحدة تكون كبيرة فعشان كده بقول لكم خلوتها بقى انتماسكة مع بعض عشان تخلصوا بسرعة يعني لما عاملها كلها آآ صبوع واحد كده بالشكل بعد كده قطحت وبقى سهلة معي بالزبط بالمنظر انت شايفينه ده هتبقى انا اندهنها بصفار البيت وبعد كده هاخدت واحدة واحدة وهنزلها على السيمسيم بصوا بالشكل ده وهروصها في الصينية التاعتي يبقى ده كده الشكل التاني بصوا دي شكلها جميل واللي عجوة من جوه شكلها باين شكلها حلو قوي يعني الشكلين بصراحة الاتنين احلى من بعض والصينية دي اول ما خلصها برضو ايه ان انا ادخلها ايه انا اخلصه على طول ادخل الفرن على طول وهبتدي اخد واحدة تاني وهبتدي ان انا افردها بالشكل ده كده احنا عنيم الشكل تاني من ايه هبتدي ان اه هاخد العجوة باية العجوة ليه فضلت معي ابتدي ان افردها باية بالشكل ده وارستها جنب بعض دي سهلة جدا وبسيطة قوي يعني من الحاجات السهل انتو كنت تعمليها وبصراحة عجبتني بقت جميلة جدا حاسات ان ايه السوم كتاحها رفيع جدا وحجم العجوة من جوة كانت رفيع قوي يعني كانت شكلها كان لطيف جدا هتدي بقى انا هنطبقهم على بعض بالشكل ده خلاص انا حاطيت في النص العجوة واخد الطرفين هبتدي ان انا اقربهم لبعض واقفلهم باية اتأكد بس ان هتقفلت معي كويس جدا وادوس عليها ضغطة تاني وهقلبها نحط تاني هشيل الزوائد بتاعتها مع الجوانب واسويها بالشكل ده من على الطرق من على اطرافه شايفين بالمنظر ده ويالا نبدأ بقى نقطع كده اه ليكي الحرية بقى انتو انت ممكن تقطعيها بزاوية او ممكن تقطعيها اه مستقيمة زي ما انت ما تحبي هده هنا بصفار البيت او ممكن بحريب او ممكن بمية اللي انت تحبيه واخدها وبتدي انزلها على السمسي ممكن كمان متحطيش عليها سمسي ممكن تحطيها كده عادي من غير اي حاجة عليها من فوق يعني مجرد الدينية بس بالصفار البيت وتروسيها في الصناع الموضوع سهل وبسيط جدا بصوا بقى زوريكو شكلها بصوا الرفع بتاحها ما شاء الله جميلة جدا بنسيب مسافة كل قطعة والتانية بالشكل ده بصوا بقى بقى ايه العجينة اللي خلصت في الاخر اللي كانت بقت معي فردتها وعملتها سيدا ما حطيتش فيها اي حاجة خالص لو حطيت عجوة ولا اي حاجة ابتديت ان انا افردها قدامي وقطعها بالشكل شايفينه ده بقى حاجة بسيطة كده وسهلة جدا وفي نفس الوقت بقى انا كده عملت كمية ما شاء الله ممتازة جدا من كيلو دقيق وعملت تشكيلة كتير جدا شايفين ما شاء الله شكلهم جميل قوي ويلا نشوف الشكل بتاعها النهائي شايفين ما شاء الله كيلو دقيق عملت كمية ده ايه الشكل بتاعها اا يعني بصراحة عجبتني جدا تلع شكلها جميل جدا ما شاء الله انا عايزاكم تجربوها بالطريقة دي هتنجح معاكم جدا الكل خطوة انا قلتلكوا عليها لو مشيتوا عليها بالضبط هتطلع معاكم ممتازة بالمنظر ده بصوا الكمية ما شاء الله كتيرة مش قليلة ابدا ما شاء الله ومن كيلو دي عملت كذا شكل وحنبدأ دلوقتي ونفتح واحدة واحدة ونشوفها قدام بعض ونشوف قد ايه درجة التسوية تاعتها مظبوطة وقد ايه العجينة تاعتنا مظبوطة وحلوة جدا وتعالوا نشوف كده ونختبر واحدة واحدة ونفتح واحدة واحدة قدامكم دلوقتي حالا دي اللي احنا عملناها اللي احنا كنا فردنا فيها العجوة هنبتدنا احنا نفردها كده نفتحها ونشوف شكلها عامل ازاي بصوا ما شاء الله درجة التسوية بتاعتها مظبوطة الكاعدة بتاعتها من تحت لونها دهبي ومن فوق نفس التسوية بالزبط اهم حاجة ان انا طبيعها في التسوية علشان ما تتحرقش مني او تطلع معايا لسه طرية او مش مستوية بصوا ما شاء الله هياخد كمان النوع التالي اللي وقع نصطبوع بصوا هنشوفوا دلوقتي حالا بصوا درجة التسوية من عالجوانب ومن فوق ومن تحت ما شاء الله طلع مظبوطة جدا يلا نفتحها ونشوف شكلها عامل ازاي خدوا بالكن اللون الدهبي اللي هو من فوق ده مش تأثير بس صفار البيض لا كمان ده تأثير العسل اللي احنا ضيفناه مع السمسم هو لما بيدخل الفور بيبتدي نوعية تماسك مع السمسم ويبتدي نوعية دينا اللون الدهب الجمين ده بصوا كمان اللي هي السادة بصوا شكلها عامل ازاي والارتفاع بتاعها ومشاء الله هشة وبرتفعها زيب انتو ما شايفين كده قدامكم وعايز اقول لكم ان الكاربولات السوديوم هو السر هنا مش البكينج بودر بصوا بقى شكلها ما شاء الله من جوه عامل ازاي حاجة كده من الحاجات اللي هي الجميلة فعلا وعايز اقول لكم كمان ان الفانيليا السائلة اللي احنا ضيفنوها كانت مخلية ريحة ما شاء الله كان نفس انتو كمان يعني الفيديو بقى شكل وريحة كده عشان تشموا كمان معايا ريحة المخبوزات كانت طالعة ريحة عاملة ازاي ما شاء الله كانت ريحة ده جميلة جدا بصوا العجينة بتاعتنا يعني لا نشفة ولا اي حاجة حاجة كده تحس ان هي نعمة وفي نفس الوقت فيها قرمشة جميلة كده يعني حاجة كده مليئة رهيبة فعلا بصوا بقى السمسم متماسك ازاي شايفين درجة التماسك ممتازة وده الوحش بتاعنا اللي هو اساس الفيديو بتاعنا بصوا بقى منظرها لحد جوه اخر واحدة فيها وهي ما شاء الله هشة كده ومقرمشة جدا ونفتحها كمان من جوه نشوف شكلها عامل ازاي الطبقات بتاعتها كلها ما شاء الله حلوة جدا وما يخلاش بقى الموضوع ده عن كوباية شاي كده او كوباية شاي بلبن بتبقى حاجة كده خرافية بجد يلا مستنى يا ستة الكل يلا قوموا مجربيها وتطلع معاك ان شاء الله جميلة جدا اتمنى انت تشاهد فيديو مع احبابكم واصحابكم واتمنى انتوا تتابعوني في الفيديو جديد ان شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حفظ الله